مطار دبي الدولي يبقى متربعاً على عرش مطارات العالم من حيث المسافرين الدوليين لنلقي نظرة أعمق عليها المطار شهد أربعمائة وتسعة آلاف رحلة العام الماضي ناقلاً ثمانية وثمانين مليون مسافر حالياً سعة المطار السنوية تسعون مليون مسافر أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن مبادرة لرفع السقف هذا إلى مائة وثمانية عشر مليون مسافر بحلول العام 2023 من خلال تحسين إجراءات المطار تكنولوجياً المطار يقع في منطقة الجرهود في إمارة دبي وهو مطار المدينة الأساسي على مساحة تسعة وعشرين كيلومتراً مربعاً وهو مكون من ثلاثة مبان للركاب المبنى رقم واحد كما يمكن أن نشاهد لشركات الطيران الأجنبية والتي تستخدمه أكثر من ستين شركات طيران رقم اثنان لشركات طيران إقليمية إضافة إلى فلاي دبي طبعاً ورقم ثلاثة لشركة طيران الإمارات التي تتخذ من المطار مقران لها أكبر المباني هو المبنى رقم ثلاثة المقسم إلى ثلاثة مباني أيضاً صغيرة A, B, C أبرزهم المبنى A يعتبر مبنى طيران الوحيد في العالم المخصص لاستيعاب طائرات A380 الضخمة A380 والتي تملك شركة طيران الإمارات أكثر من مئة منها ما يجعلها أكبر مشغل لهذا الطراز من الطائرات المبنى مجهز بعشرين بوابة مخصصة للـ A380 فهذه الطائرة تحتاج طبعاً إلى بوابات أكبر وأعلى لاستيعاب حجمها أما المبنيان B و C فستستخدمهما الإمارات لطائرات الـ 777 التي تمثل العمود الفقري في أسطول الإمارات ويفصل المبنيين B و C برجو مراقبة مطار دبي الشهير كل هذا يعطي المبنى رقم ثلاثة مساحة تتجاوز الـ 1.7 مليون متر مربع